نظمت سفارة الأمريكية في الكويت يوم أمس معرض المجموعة التعليمية الأمريكية بحضور ممثلي عدد من الجامعات الأمريكية وموظفية القسم الثقافي لدى السفارة ويهدف المعرض لتقديم الخدمات للطلاب الراغبين في الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية والإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالدراسة هناك سواء في الجامعات أو الكليات الأمريكية كما حضر المعرض موظفية القسم القنصلي في سفارة الأمريكية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بإجراءات الفيزا الدراسية الجامعات كلها اللي بشاركة عنا بالمعرض كلها معتمدة بالكويت طالب بيجي بيحكي مع الجامعات بيستفسر عن الولايات عن كيفية التقديم وتطالبات الجامعة هؤلاء استفسارات بيساعدوها عشان بعدين بس يختار الجامعات ويقدر يقدم نقدم خدمات تعليمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط مرتين سنويا نحضر إلى الكويت لمقابلة الطلبة المهتمين بالدراسة في أمريكا سواء للذهاب للجامعات أو للكليات الطالب يستطيع أن يتحدث للجامعات الممثلة في المعرض عن جميع المراحل الدراسية وعن المواد وعن جميع الأمور المرتبطة بالدراسة في أمريكا اشتركوا في القناة ؟